شبكة ديال السيكة الحديدية من الأولويات ديال وزارة النقل لأنه السيكة الحديدية هي العمود الفقاري ديال النقل العمومي السؤال الأول أثمينة التذاكر ديال الباطوك كانوا مرتفعة والخدمات كانت دون المستوى ووقت الانتظار كان كبير هاد السؤال تتعلق بعملية مرحبا أولا عملية مرحبا الحمد لله العام دازت في ظروف جيدة الأثمينة ديال النقل البحري تتخضع الطلب والعرض ويعني تتحدد من طرف السوق بمنافسة بين شركات دولية وشركات مغربية ودائما خلال العملية ديال المرحبا تكون واحدة ارتفاع ديال الأسعار لأنه تكون طلب كبير هاد السنة تزاد على هاد القضية ديال الطلب المشكلة ديال المحروقات اللي يجعل أثمينة التذاكر مرتفعة مقارنة مع السنوات السابقة حنا غادي نعملو على يعني الصهر باش المنافسة تكون شريفة باش تكون الأثمينة في المستوى اللي خاصها تكون فيه بالنسبة للوقت ديال الانتظار حنا تنعملو باش نقلص منو ولكن الحل الأنجح هو الحجز المسبق ديال التذاكر هاد السنة وصلنا لتقريبين 35% ديال المغاربة اللي يحجزوا مسبقا قبل ما يغادروا الوطن ونتنتمنو نوسعو هاد الحجز هاده وبالطبع ايضا تنعطو المعلومة للمواطنين المغاربة باش يعارفو من يتيحجزو واش غادي يحجزو فواحد الوقت اللي غادي يكون فيه الانتظار قصير او الانتظار كبير بالنسبة للجودة للخدمات تنصهرو مع جميع الفاعلين الاخرين باش نحسنوها سنة بعد الاخرى السؤال الثاني احنا ساكنين في العربية نواحي صفرو كان عانيو من ضعف وسائل النقل شنو هي الحلول اللي ممكنة باش نخرجو من هاد الوضعية هاد المواطن تتكلم على المشكل ديال النقل القراوي والنقل في المناطق اللي فيها كتفة سكنية ضعيفة وهذا حقيقة مشكل متروح في بلدنا ويعني الحكومات جربت تلقى السابقة جربت تلقى الحل من خلال النقل المزدوج ولكن هاده محلش المشاكل ديالناس الان احنا تنشوفوا بانه هاد النقل هذا خاصه يتدبر على المستوى المحلي وهذا ما تنصع ليه للمشريع بحيث ان هاد النقل هذا اصبحها مسؤولية ديال الجماعات الترابية وغادي نعملو ان شاء الله مع الجماعات ومع وزارة الداخلية باش نلقاوا حلول ميدانية محلية لها الاشكالية في المستقبل السؤال الثالث تقول المواطنين تلقاوا صعوبة كبيرة في المحطات الطرقية حيث تفتقدوا لابسط شروط الخدمات والامن خاصة في فترات الاعياد هاد المشكلة هذي اللي تتكلم عليها المواطن هي حقيقة راجعة لعدة عواميل اولا قصنا نذكروا بان المحطات الطرقية هي من مسؤولية الجماعات الترابية يعني الوزارة ما تدخل فيها غير في ما يخص المراقبة الحاجة اللي ممكن نقوله هو انه كين بعض المحطات نموداجية اللي تنجزت وتنذكر خاصة المحطة ديال طنجا والمحطة ديال طنجا بينات بانه كين علول لهذ المشاكيل هذي وكين ايضا واحد اتفاقية اللي برمناها مع وزارات الداخلية باش نشوفو كيفاش نعودو لهيكلة ديال تدبير ديال هاد المحطات وهنا تنعملو فيه وغلي نجربو ايضا ننزلوها على ادل واقع في اقرب وقت السؤال اخر في الوقت اللي كنا كنت انتظرو تطوير النقل الجوي الداخلي عبر احدات عدد من المطارات الجهوية تنلقاو انه بعدها متوقف من العمال علاش واشنو غادي تديرو لتطوير القطعة المغرب تيتوفر على عدد كبير ديال المطارات حقا كين بعض المطارات الجهوية اللي ما تنزلوش فيها الطيارات وبالطبع مني تيكون ساكينات ما تتفهمش على شكين المطار وما كينش الطائرات المجال لطائران المدني هو مجال مفتوح منذ 2006 قريبا كتير شي ما بين اوروبا والمغرب ويعني طائرات هي اللي تتخترجي للقاتل السوق في هذك المحل بالطبع كين تحفيزات اللي تتقوم بها وزارة السياحة بالنسبة لوحد العدد ديال المناطق السياحية وكين ايضا واحد تدبير جديد ديال النقل الجوي الداخلي اللي بده هذي واحد عشر سنوات واعطى النتيجة بحيث انه النقل الداخلي تضاعف خلال هذي العشر سنوات احنا اليوم بصدد تحليل هذي التجربة هذي ومستعدين نصيغوا طريقة اخرى باش نتفعلوا مع الجهات ونقدروا نكتفوا من النقل الجوي الداخلي ويتشغلوا هذي المطارات اللي تتكلم عليها المواطنة او المواطنة فهذا السؤال السؤال هذا سؤال الاخير تقول كيفاش يمكن تطوير شبكة السيكاك الحديدية اولا بغيت نجاوب المواطن باش نقولوا ان شبكة ديال السيكاك الحديدية من الاولويات ديال وزارة النقل لانه السيكاك الحديدية العمود الفقاري ديال النقل العمومي واهمية استراتيجية وتيتبين من خلال الخط الفائق السرعى اللي ربط القنيطرة بطانجة ان المواطن لهذا السيكاك الحديدية تستجب الحاجية دياله في التنقل المكتب الوطني السيكاك الحديدية عنده واحدة تصور استراتيجي في الافق البعيد يالالفين وربعين اللي تهدف ربط ثلاثة وربعين مدينة تدفق الساكينة دياله مئة الف واحد مقابل ثلاثة وعشرين مدينة اللي هي مرتبطة اليوم بالخط السيكاكي تيبقى ان الاكبر هاجس للتطوير ديال الشبكة هو الهاجس ديال التمويل وحنا غادي نعملوه جاهدين مع المتدخين الاخرين ومع المكتب باش نجبرو ونلقاو يعني الحلول المبتكرة لتمويل هاد التوسعات ديال الشبكة ديال السيكاك الحديدية تمنى كالغريبية